اجتمع سعادة دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع اللواء الطيارة الركن محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نعم جاء الاجتماع على هامش نعقاد عمال الدورة السابعة عشر لمؤتمر حوار المنامة والذي تم بحث الجهود التي يقوم بها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال تنسيق العمل المشترك بين كافة الدول من أجل التصدي للإرهاب وتشفيف منابع تمويله ومحاربة الفكر الإرهابي من خلال المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والتمويل كما تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجهود الدولية المبذولة لمكافحاته من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لكافة شعوب دول العالم